موسيقى وكنا نقول للناس أن الحرب ستستمر سنة أو سنة ونص الإسرائيليين نفسهم قبل الناس اللي كنا نقول لهم كانوا يظنوا أنهم راح دخلين خلوة راح نشام النسيم راح نزهى راح يتفسحوا في قطاع غزة هيعود سبعين ثلاثة يخلصوا على القصة يعودوا شهر يخلصوا على القصة شهرين يخلصوا على القصة بأن أكثر من 11 شهر خلاص يعني إحنا دخلين في تأفلة السنة ولسه الإسرائيليين غرأنين في وحل غزة وكمان فتحوا على نفسهم وحل الضفة الغربية وهناك خمس لست جبهات ست جبهات تحديدا وراهم يعني جبهة عملاقة لسه لم يأتي ردها بعد حسب يعني التوصيف العسكري بعيد عن حتى توصيفنا الشخصي هذه الجبهات المفتوحة على جمهورية الخوف التي يعيش فيها الإسرائيليين يوميا غزة والضفة الغربية وجنوب نبلان العراق واليمن وسوريا مع إيران سبع جبهات فتح بقها فتح مدفعها فتح صارقة على أل فتح استخباراتها وفتح الناس اللي عاديين على كمبيوترات ضد إسرائيل هذا الأمر لم يكن له أن يتحقق إلا بجشع وشهوة تسيطر على نيتنياهو هذا الشخص الذي يحاول أن يسيطر على العالم وطبعا بدعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان الاسم بايدن أو كمال هاريس أو ترامب أيا كان المسمى الذي يدعم نيتنياهو هناك هذه العلاقة الوثيقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل ونتجة وحتى قالت للعالم كله هذا الأمر اللي تكشف للعالم بأسره هذه هي إسرائيل هذه هي وجه إسرائيل الحقيقي هذه هي عصابات إسرائيل اللي بدأت من سنة 48 ودخلونا في سكة أن هم ناس لطيفة لذيذة حلوة كده لكن هم لسه زي مهمة على نهج العصابات إن كان هذا الاسم نيتنياهو أي حد بقى ليفني براك هولمرت أي اسم حضراتكم تسمعوا هذا هو الوجه الحقيقي للإسرائيليين الحرب دي كمان ومكتسبتها العظيمة ستتظهر حينما تتوقف الحرب هذا هو وجه إسرائيل نفس الوقت هذه هي قدرة إسرائيل هي الدولة التي تدعي إن هي يا مهنة ما هناك وتبيع عجز التجسس وعندها شركات عملاقة في يوم من الأيام ما كانش إسرائيل موجودة صحينا الصبح يوم 7 أكتوبر على هذا المشهد اللي حدث فيه وبعدين التبعات أيوة تبعات خطيرة سقط فيها أكتر من 45 ألف شهيد ده وفق الأرقام اللي جاية من فلسطين لسه فيه أرقام كتيرة تحت العمير المهدودة 70-80% من هذا القطاع تم تدميره بس برضو واقف الأمريكان والبريطانيين كلهم قاعدين على جهز الكمبيوتر كده في غرب بتاعتهم ويظنوا إن الرغبة والقدرة على كسر الفلسطينيين ربما تأتي بضرب الدانات أو بضرب الصواريخ أو بأن الطيارات تطلع هذا الأمر لم يحقق عشان بس نبقى على الوضع الحقيقي على الأرض هذا الأمر بيقول إن إحنا لسه على الأرض هناك مواجهات تتم في قطاع غزة هناك مواجهات تتم في الضفة الغربية هناك مواجهات تتم في شمال فلسطين المحتلة أو شمال إسرائيل مع جنوب لبنان هناك مواجهات تتم في سوريا والعراق هناك مواجهات تتم عن بعد مع اليمن بالإضافة إلى المواجهات الإعلامية والسياسية مع إيران لكن كل دول في حتة بعيدة عن مقاومة فلسطين كل دول في حتة بعيدة عن مقاومة فلسطين وحزب الله يبقى هو الشغل الشاغل حاليا لكل الإسرائيليين غلنت هاليفي وفيه كلام عن استقالة وزير الدفاع رئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي بكلام عن ديسمبر اللي جاي ممكن يستقيل لأنه عامل لجنة دلوقتي لجنة التحقيق بتاعة 7 أكتوبر واللي حققت مع ناس كتيرة يعني بعدما اللجنة تنتهي من هذا التحقيق ربما يستقيل جيش الاحتلال طبعا نفى لكن هذه الأخبار لها صحة على الأرض لأن الأرض بتقول أن هناك خسارة تمت يوم 7 أكتوبر من جيش الاحتلال ومن الاستغبارات ومفروض كل القيادات دي تستقيل الاستقالي الوحيد رئيس شعبة الاستغبارات العسكرية لكن رئيس الشباك لم يستقيل رئيس المساد لم يستقيل رئيس الأركان لم يستقيل مفروض كل الناس دي تستقيل وتتحاكم ده وفق أي حد يعني بيقول هناك دولة تقود الأمور وهذا الشخص المدعو نيتنياهو مفروض لديه قضايا قضايا ألف و ألفين و أربع تلاف في الداخل الإسرائيلي بتهمة رشوة وامتيازات إداها لبعض الناس برضو مفروض يتحقق معاه وأجل هذا الأمر حينما تتوقف الحرب هؤلاء جميعا يحاكموا لكن عشان يطولوا القصة شوية لابد أن تكون هناك يعني وفق رؤيتهم هما وتصورهم هما وعلى الفوتوشوب ببرامج الفوتوشوب والسوشال ميديا اللي هما بيعملوها دي إن لابد أن يدخلوا في حرب مباشرة مع حزب الله مع جنوب لبنان هذا النطاق اللي عمل لهم أزمة طول الوقت هنا عملية مواجهة مستمرة طول اليوم صواريخ بتخرج من حزب الله وضربات تخرج من إسرائيل ضد حزب الله هذا النطاق هذا النطاق الجغرافي حزب الله بيضرب كريات شامونة بيضرب وصل لصفد ونهارية وصل لعكة في بعض لو إحنا نتذكر هدهد وطيارات الهدود هذه المواجهة لابد أن تأتي يعني هي عشان يقدر يوقف الوحش اللي سمح له وأن هنا بقصد به قوات حزب الله سواء الرضوان أو أي مسمى مسكور هو سمح لحزب الله أو يعني في جملة وشهوته لقتل الفلسطينيين وعشان بس نقوله أمر بالراحة على الأرض زي ما بيقوله هو بيعمل ده خل حزب الله يطلع صواريخه كله ويجرب صواريخه جوه إسرائيل أو فلسطين المحتلة كله وأن حزب الله يطور قدراته كله وأن يستعين باستشارات وخبرات جديدة كله وأنه يزود أنفاءه ويزود قدراته العسكرية حتى يواجه أي معار قادمة كل ده تم تحت سمع وبصر وشهوت الإسرائيليين اللي عماهم الغباء أنه هم كل ما يستمروا في القصة كل ما ده يبقى ليهم نتيجة يعني مفيدة ليهم فيما يخص الصفقة مؤكد أن كل الناس اللي طلعت أحياء باستثناء تمانية بس كل الناس اللي طلعت أحياء طلت عن صفقة تمانية بس اللي عرفوا يرجعوهم أحياء والباقي رجعوهم ميتين ولسه في أكتر من مية وواحد موجودين طيب جيش الاحتلال برضو لطيف كده ولازيز والناس بتحب يعني تتبسط بالحاجات اللي هو بيقولها قال لك إحنا نظفنا رفح وخلصنا الكتاب بتاعة المقاومة وقضينا عليها هو مش إحنا اللي بنقول هو اللي بيقول طيب هنفتح كده موقع موقع القناة السبعة الإسرائيلي ده مقاله قدام حضراتكم عدو الكنيسة الجيش الإسرائيلي لم يهزم مش إحنا اللي بنقول والله عدو برلمان إسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية واحدة في رفح وقال لك بقى في هذه التفنيدة اللي هو بيقولها إن الجيش الإسرائيلي قال لك فيه 8000 واحد موجودين في رفح في الأول عشان بس هو كتبهم لما هو كتير ما بيعرفش يرتبوه إن فيه 8000 واحد في رفح وطلع امبارح أو أول امبارح قال لك أتنا خلصنا على رفح وأتنا 2050 مقاطب طيب إنت نفسك قلت 8000 في الأول قتلت 2500 أو 2001 دول يمثلوا كام دول يمثلوا من كتلة كتايب رفح يعني أنت كدبت الكتبة في الأول ولم تتذكرها وهذكر حضراتكم فيه واحد كده فاشل عندهم اسمه هاجار المتحدث اسم الجيش الاحتلال شاور مرة دخل كده في نفأ من الأنفاء وشاور على جدول فيه مبتوب السبت والحد والاثنين والثلاث جدول محطوط قال لهم دول أسام الإرهابيين هو أصلا مش عارف إن كلمة السبت دي يعني يعني لغة عربية تعني يوم في أيام يعني بس هو تصور إن ده اسم إرهابي تقريبا أو اسم كودي للإرهابي يعني أنا بناد على واحد أقول له يا سبت تعال يا حد مثلا ده تصوره اللي ظن به إنه هو كده سيطر عن نفأ حتى من شوية لما عمل زيارة لرفح مع بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ودخل في حضانة من الحضانات هم مدمرينها وبيتكلم على إن فيها فتحة نفأ برضو ده تصوره اللي بيظن به إنه هو عمل الصح لكن الصحة حاجة والواقع والميدان حاجة أدي عضو ليه الكنيسة الإسرائيلي بيقولك الجيش الإسرائيلي بتاعنا كداب أهو بيقولك ولا عارف يقضى على كتيبة ولا سرية بل إنه هو بيبيع الوهم للناس طب أنت يعني هذا التصور اللي بيبيع الوهم في نطاق رفح هل عنده قدرة على موجهد حزب الله في جنوب لبنان هل عنده قدرة على موجهة الرد الإيراني أتى أم لم يأتي هل قدرة على موجهة الخوف نفسه يوميا وإحنا بنكلم حضراتكم يوميا بتجرى عمليات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية وقدس والشمال يوميا يقتل فيها بقى يصاب يتخضوا يعملوا لكن تجرى عمليات ضد إسرائيل إسرائيل تحولت زي ما بنقول من جمهورية الموز وهذا اللقب اللي هما نفسه دايما بيقول لجمهورية الخوف الخوف من كل واحد بيشوفوه قدامهم أي واحد شايل شنطة بيخافوا منه أي واحد ماشي بعربية سريعة بيخافوا منه أي صوت في السماء بيخافوا منه أي صوت طبعا صفارات الإنذار كلها منتشرة حتى 12 فيديو لنتينياهو طبعا فيديو شوية الصفارة متركبة على جارية نتينياهو لكن هو ده هو ضد تصور اللي موجود على الأرض على الميدان الإسرائيليين زي يقوم حد في العالم ناس بيتخاف وبتخاف على فلوسها تخاف على عيالها وبتخاف على اقتصادها عشان بس ما تظنوش أنهم تركيبة واحدة أنهم كتلة واحدة الإسرائيلي لا هي الحكومة إسرائيل عايزة حاجة عايزة تعمل حاجة عايزة تتحرك عايزة تقتل عشان تكسر الفلسطينيين لكن الشاهد على الأرض الشاهد في الميدان أن هناك مواجهات تجرى في الضفة الغربية هناك مواجهات تجرى في غزة وأنك استخبارات العالم مش قادرين يصلوا ولا للمية واحد بل إن كمان يحيى السنوار عمل حاجة غريبة جدا بقى له كم يوم بيطلع بيانات باسمه بيهني بقى حزب الله شوية يشكر الناس اللي عزيته باسمعيل هانية ده ما كانش موجود قبل كده يعني الأول مرة يتحدث باسم أنه هو رئيس حركة حماس إحنا عارفين بعد اغتيال اسمعيل هانية تم تولي يحيى السنوار منصب حركة حماس بالكامل لو كان ماسك حماس في غزة بيماسك رئيس حركة حماس بدأ يصدر بيانات ويتحدث حوالين قطن عامة طبعا ده بعيد عن خليل الحياة والناس اللي بتتكل هل ده وهذا الوضع وهذا التصور وإحنا بقى زي ما بقول له هوا دخلين خلاص في سنة هل إسرائيل قدرت أو استطاعت أن تحقق حاجة غير الهد أن يتكسر وتهد البيوت وتهد المستشفيات والمدارس والحاجات اللي هما بيعملوا هذي ما إحنا لو جبنا واحد غشيم لا علم عنده ولا استخبارات هيعمل نفس اللي عمله يعني أنت تقول له روح غزة دي خلاص له عليه أي واحد تاني ما عندهش علوم أو ما عندهش استخبارات هيروح يهدم غزة زي ما هدم الجيش الإسرائيلي لكن الجيش الإسرائيلي يظهر أن فكر العصابات المسيطر على هذه الدولة المجمعة من الشتات أو هذا الكيان هو لسه مسيطر عليه وهو في نفس الوقت وهو بيظن أنه بيعمل ده هو بيكشف نفسه وبيعمل عملية التجريس اللي احنا بنقولها دايما فكرة الفضح الخاص بيئة الإسرائيليين غزة دي اللي مساحتها حوالي 360 كيلو 365 كيلو قدام حضراتكم ربما في المساحات الجغرافية لا تذكر يعني هذا مساحة صغيرة جدا لكن قدرت أن هي تكشف الداخل الإسرائيلي تكشف صفاته تكشف الحكومة اليمين المتطرف أو تكشف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها اللي بتدعي القيم وحوه إنسان وحاجات لطيفة لكن الواقع على الأرض بقى ده القانون الدولي والإنساني والإله اللي كانوا بيطبقوه على شعوب بعنها عشان يعملوا محاولات دخول هذه الشعوب أو الانتقاص من سيادة هذه الدول هم نفسهم مش عارفين يعملوه مش عارفين يطبقوه في غزة ولا عارفين يوقفوه حتى الجنازة الخاصة بعشانور التركية الأمريكية الناس قالوا للأمريكان دي لو كانت وحدة غير يعني الإسرائيلي مش هما الطرف اللي قتل كنتنتوا عملتوا أزمة ووقفتوا لكن عند عائشة نور قلتوا هنحاول ونحقق ونلطف ونعمل المستوطنين بيقتلوا في أهلنا في الضفة الغربية هل بيتم إجراء ضدهم هل بيتم إجراء واضح بل إن أمريكا كمان هددت الكونجرس الأمريكي هدد محكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى طبعا محاولة الضغوط أو الضغط على محكمة العدل الدولية عشان يتراجعوا ضد دعوتهم ضد إسرائيل أصدر إن المواجهة القادمة أو الحرب المؤجلة ما بين إسرائيل وما بين حزب الله ستأتي ستأتي فقط من الأوقات ربما تكون المواجهات ميدانيا على الأرض هي الغالبة هذا الأمر أو هذا زي ما نقول هذه المواجهات هي اللي هتوقف إسرائيل في هذه الأوقات عند حدها مش أي حاجة تانية مش أي وسيلة تانية مش أي وسيلة تانية لأن الإسرائيليين متضررين ميدانيا قبل ما يكون متضررين استغباراتيا وبالتالي دعمهم متضررين في هذا الشأن أو هذا الإطار نرجو إن إحنا نكون قدمنا لحضراتكم معلومة محترمة وسريعة ويتابعونا دايما في مصرح العمليات وتلفزيوني اليوم السابع